السلام عليكم ورحمة الله رح نشرح في فيديو قصير طريقة تناول سافاسة الصمغ العربي للتخلص من جميع مشاكل الجهاز الهضمي خلال الأسبوع واحد القولون العصبي الغازات الإمساك عسر الهضم الحموضة رائحة الفم المزعجة وللتخلص من أمراض السكري والضغط والفشل الكلوي ومشاكل زيادة الوزن بشكل تراكمي يعني كل أسبوع حتكون نتائجه أفضل من الأسبوع اللي قبله رح نجيب قارولة ماء صالحة للشرب ماء عادي غير ممتلأ بالكامل زي ما هو واضح حنضيف لكل قارولة ماء ثلاثة ملاعق صغيرة أو ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق سافاسة الصمغ العربي الطبي على هذا النحو ثلاثة ملاعق صغيرة أو ملعقة واحدة كبيرة ويفضل أنه يكون بالليل يعني فلنفطرض أنه هذا يوم الخميس بالليل أو يوم الجمعة بالليل على أساس أنه يفضل أنه يكون أول يوم لتناولنا سافاسة الصمغ العربي يكون يوم إجازة لأنه رح يحصل حاجة متكررة للإخراج مع تولد غازات مع رغبة متكررة أيضا في التبول طبعا بعد ما حطينا ثلاثة ملاعق نرجها ونخليها في الثلاجة أو خارج الثلاجة حسب الرغبة على أساس أنه نعطي فرصة للصمغ العربي عشان يذوب تذوب جزيئاته في الماء في صباح اليوم التالي اللي هو قلنا زي ما افترضنا أنه يكون يوم جمعة أو يوم سبت حيكون على هذا الأنحو الصمغ العربي طبعا يعني ليس له طعم ولا لون ولا رائحة يعني يكاد يكون منعدم من اللون والطعم والرائحة ويفضل إعداد ثلاثة قوارير دفعة واحدة على أساس أنه حنشرب أول قارورة الصباح قارورة منتصف اليوم قارورة على نهاية اليوم قبل النوم مباشرة حنستمر على هذا البرنامج لمدة أسبوع رح نتخلص مباشرة من كل المشاكل اللي ذكرناها ورح نشرح في الفيديو الثاني ما هو السبب العلمي اللي يخلي الصمغ العربي علاج لكل هذه الأمراض اللي ذكرناها تابعونا في الفيديو الثاني